بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرت سيدينا رسول الله وحلى آله وصحبه اجمعي. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب الخير جميعا. اليوم ان شاء الله بصنا راح نتكلم عن تحت العنوان تيرنوري اوبريتور. وديت بمنطر بساطة جمعة لي برا عن طريقة مختصرة لكتابة جملة بتتكون من طبعا ما نسمعها بتتكون من ثلاث اجزاء. بس قبل ما ندخل على شرح الطريقة بتاعتنا خلونا بس نراجع الطريقة اللي احنا كده بنستخدمها علشان نكتب بيها جملة اف. انا عندي فار اي وفار بي وكتبت اف بروح تفاتح اه غسين وكتبت تابعي هنا بتكتب وانا بحدد لما الشرط يعني لو الشرط اللي انا كتبته فوق ده هتتحقق دي النتيجة الموجابة والس طبعا دي الشرط لو متحققش دي بتكون نتيجة السالبة. فبالتالية انا عندي اربعة وخمسة في بتاني نقط اكوال علشان مش متساويت فالشرط التانية بتحقق. اه نتيجة السالبة هي اللي بتحقق. تمام كده? جميل. الطريقة التانية يا جماعة لو انا عملت كده. آآ بتكون كده تاني. آآ آآ انا عندي آآ متغيرين فار اي وفار بي ومديهم قيم. رح تكاتب كده في الاول ها. ايه اه اه مع بي. رح تحطت علامة استفام. وروح تكاتب وحطت وروح نكتبين وانهيانا السطر البرمجي بيه. ده يا جماعة بالراحة كده. بتتكون من كامل جزء? من الجزء الاولاني بيكتب فاول الجملة بيكون عبارة عن الشرط نقصه. هو هو نقص الشرط اللي كنا نكتبه بين القصين في جملة الف العادية. مش الشوردن. النقطة التانية بنروح حطين علامة الاستفام. تمام كده? آآ بعد منها بشكل مباشر بيكون عبارة عن ايه? بيكون عبارة عن الترو. ازا كان الشرط بيكون عبارة عن ترو. ايه اللي هيحصل? آآ مجموعة الاكواد اللي بتتحط هنا. جميل? وبعدين بنفس ما بين آآ النص التاني اللي هو في حالة بالكولة. آآ دي الطريقة آآ التانية اللي ممكن بيها تكتب آآ او الشوردن. طريقة مختصرة لجملة اف. آآ طبعا هي ايكوال دلوقتي اللي عنا غيرت وكتبت خمسة عمولة كونترل اس. فايقلني نقط ايكوال انها آآ مش شغلاتها لان بقيمتين مختلفين. آآ خب بالاك انت بتكتب بالطريقة ديت لانك دي ناس كتير مباما ما بتكتبش بالطريقة دي وبتكتب دي الطريقة العادة. سبحانك مباما طانعا بحمدك لا الى الا انت نستخرك ونطوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله كتعالى.